في ولاية باتنا تمكنت مساء اليوم عناصر الحماية المدنية من استخراج جثة الفقيد البصير إدريس من داخل مغارة ببلدية الرحبات بعد حوالي الأربعين يوماً عن اختفائه داخل هذه المغارة عملية استخراج الجثة دامت ثماني ساعات نظراً للظروف الصعبة وضيق هذه المغارة التفاصيل وافان بها من باتنا سعيد حريقا الحقيقة متحقيقة ويوم رأس ربي ثانيا ربي العالمين يوم رأس ثانيا بذي مذيقوا مشانا جيد ويشتر خيركم كل وطن كل يشتر خير ذعون مخكل تبارك الله وفيكم كل استطاعوا إخراج هذه الجثة نشكر رجال الحماية المدنية والدرك الوطني وكل المواطنين الذين ساهموا من البداية إلى النهاية لاتخراجها به الجثة من حوالي من الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية الساعة الحمد لله توجد المجهودات الخورة في أنتعوان الحماية المدنية جبدنا الضحية الحمد لله الحمد لله ما كان حتى إصابة بطرف أي عون الحمد لله جبدنا الضحية الحمد لله المواطنين رأهم نشكر المجهودات الحماية المدنية ونشكر المواطن المواطن الذين دخلوا معهم أو بدل المجهودات مع الرجال الحماية ودخل معهم ونشكروا للغاشي يقال ليجوا عاوننا مولود بشاطة باسمه وعيسى جريدي باسمه وكتر خيرهم عاوننا فوق هذه مودة فوق الشهرة فيتأ الشهرة اشتركوا في القناة